تطورات متلاحقة يشهدها المسار السياسي في ليبيا، لجنة متابعة العملية الانتخابية التابعة للبرلمان، واجهت في تقرير لها انتقادات إلى آداء مفواضية الانتخابات، وهو ما اعتبرته سبباً في عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الذي كان مقرراً في الرابع والعشرين من ديسمبر. وللتخلص من الأعباء السياسية الثقيلة، قدمت اللجنة رؤيتها بشأن الانتخابات، وأكدت أهمية وضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق من أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قابول نتائجها. بالإضافة إلى الشروع بتعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يساعدها مجلس النواب بما يحقق المصلحة الوطنية العليا. وبجانب ما سبق، اقترحت اللجنة تشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة لتحقيق متطلبات الاستقرار، الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية وفق تعبيرها. ورغم الجدل السياسي الدائر، لم تقترح اللجنة موعداً محدداً للانتخابات. هذه الأحداث المتسارعة تتزامن مع مطالب العديد من أعضاء البرلمان الليبي الذين يصرون على إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من يناير المقبل للخروج بالبلاد من عنق الأزمة والدفع بها نحو استقرار مستدام. اشتركوا في القناة